اشتركوا في القناة خارج البلاد يرجع بالسلامة ان شاء الله وتلتقي بالزميل وصديقي محمود سعد بكرة ان شاء الله الحقيقة من اول ما تفجرت قضية الرشوة في وزارة الزراعة وانا عند سؤال محيرني وعلى فكرة الاسئلة اللي عنا اترحها النهاردة انا الهي بطلب من حضراتكم المشاركة في الاجابة عليها هتكون في تليفونات على الشاشة ويكون عندنا ضيوف طول الحلقة هيا عايز اسمع رأيكم في هذا الموضوع لان الموضوع اذا ما تعلق بفساد في امة فاحنا قدام حالة مزمنة من السرطان قد تهدد مستقبل هذه الامة السؤال حقيقة اللي يعني شغلني في الفترة اللي فاتت ايه لي خلي رجل اعمال غاني جدا ملياردير جدا مش محتاج جدا انه يتورط في قضية زي القضية التي جرت في وزارة الزراعة الحقيقة الموضوع له وجهين وجه سلبي وربما في وجه تاني غير سلبي او وجه ايجابي بطل الوقعة هو رجل اعمال ايمن رفعة الجميل والده رفعة الجميل كان طيار في القوات الجوية وتقاعد بردبة عميد وبدأ عملية استراد القمح والزرع الى ان تقريبا اصبح المستورد الوحيد لما كبر ايمن كان توسع فيه اه تجارة الاب اللي وراسع الاب وقدر يوصل بيها الى خارج الحدود المصرية عنده تلت طائرات خاصة وعنده قصر في التجمع الخامس وقصر في السحل الشمالي واسطول من عربيات النقل بالمقطورات ايه اللي خليه تورط هل هي عبقرية وقدرة الوسيط على انه يعني يعني ورطه في مستهذا الامر ام ان هناك سبب اخر هل البيروقراطية في مصر بالتعقيدات البيروقراطية والموظفين دولة الموظفين الصعبة في مصر ممكن تعقد الدنيا لدرجة انه مفيش حل غير انه يجري الضغط على البني ادم فيجبر على انه اتورط في قضية زي دي بالقطع رجل اعمال غلط ولكن هل هناك من زيانه عملية الرشوة هوه والوسيط هل هناك قواعد بيروقراطية معقدة جدا قدت به الى هذا الامر قادر اقولكم انه بالفعل البيروقراطية المصرية احيانا بتحط العقدة في المنشار وعشان نفك العقدة من المنشار اما ان احنا ندفع او ان احنا نجيب قوة سياسية قهرية تجبر هذه البيروقراطية على تنفيذ اللي احنا عايزينه تقييم وتقدير اللي عليه انه يدفعه قبل ان يصبح المشروع كله تحت سطوته وتحت سيطرته كاملة واضح انه ما عارفش ياخد الورق دي فتدخل الوسطاء وقال له يعني ينحل هالك بالطريقة اياها هنا في الحقيقة اذا البيروقراطية يمكن انها تفتح ابواب الفساد الحل كان ايه في حاجة زي كده سألت صديقي والخبير في هزا الامور الدكتور محمود عمارة وقال لي والله الحل بسيط جدا بيحصل في العالم كله الحل دو هو انه احنا اه نعمل خريطة محددة الخريطة المحددة دي بدل الشخص ما ياخد قطعة ارض ويروح يلف على كل الجهات الموافقة وهو كتيرة جدا الاسار والدفاع والزراعة والري والاسكان والطرق جهات عديدة جدا الحكومة هاي اللي تتولى انها تجيب الموافقات على هذه الخريطة النقطة التانية ان الخريطة دي تقسم الاقرب لمناطق الخدمات يصبح السعر فيه محدد واعلى كلما ابتعدنا عن مناطق الخدمات كلما كان السعر اقل لو احنا عايزين بجد ما يبقاش فيه فساد نعمل الخريطة دي خريطة زراعية وخريطة سياحية وخريطة سماعية خريطة تحدد كل الموافقات قبل ما يبدأ المشروع ثم تحدد سعر الارض تبقى لقربها او بعدها من المنافع العامة ده في الحقيقة اللي هيوفر كتير من الفساد ويدي فرصة اكتر ان تكون هناك نزاهة وشفافية في التعامل مع الادارة المصرية لكن يصبح السؤال المهم هوش معنا وزارة الزراعة حقيقة مش عايزين نعرف عايزين نعرف وزارة الزراعة ليه ليه دايما فيه حجم جبير جدا من القضايا الفساد في وزارة الزراعة الاهم من كده انه هذا الفساد لانه ممتد بطول الطريق الصحراوي او الطرق الصحراوي خسب معلومات انه هتكون هناك لجنة عليا ربما يرقصها السيد رئيس الجمهورية هذه اللجنة هتراجع كل الاراضي من اولة مخصصات الاراضي الى المشاريع التي جرت من سنة 1990 واللي ما دفعش يدفع واللي مش هيدفع بعتقد انه هيلقى نفس المصير اللي بيلقاه عدد من الناس الان من في هذه القضايا الحقيقة حصل انه عدد من الناس اخدت اراضي عشان تستصلحها تزرع فيها ولكن حولتها الى منتجعات سكنية خدت الفدان بالف والفين وثلاث تلاف جنيه وبعت الفيلا بنص مليون وخمسة بليون وثلاثين مليون حسب المكان والسعر والوقت من الحاجات الواضحة جدا انه رئيس الحكومة الاسبق الدكتور احمد نظيف في يوم من الايام لقيته نشرت له العقود اللي خدها فيلاته وقصوره واماكن الحراسة بتاعته اللي خدها في منتجع يسمى النخيل لما قلنا له ازاي وانت رئيس الحكومة لا تطبق القانون وتقول انه في نسبة من المباني اقلب كتير جدا من النسبة اللي بكيتزرع عليها الاراضي تلعب استهزاء وباستهتار وقال ما احنا زرعين في المنتجة ده نخيل تحب تاكلوا بلح قلنا له تفتكر عن الشعب لو كل البلح يبقى النوى من او لو انتوا كلتوا البلح يبقى النوى يعني يبقى النوى يروح لمن على كل حال احنا بسانين تليفوناتكم كيف يمكن ان احنا نواجه الفساد هل البيروقراطية المصرية حقيقة ورا يعني اللي تطبع مصايد للفساد ليه وزارة الزراعة هل ممكن عمل خريطة للاراضي في مصر السياحية والزراعية والصناعية هيكون معايا ثلاث ديوف مهمين جدا هيكون معايا الدكتور عمر راضي رئيس نادي السادة مركز البحوث الزراعية وهيكون معايا الدكتور مصعد قد القيادي بوزارة الزراعة وصاحب 20 بلاغ فساد ضد مسؤولين في الوزارة 20 فساد وهيكون معايا ايضا يعني شخصي الحقيقة مميز جدا في هذا الموضوع بالذات والخبيل الاخصادي الدكتور عبدالخالق فاروق بعد الفاصل هيكون ديوف التلاثة معايا ولكن الاهم من كده من فضلاتكم من فضلكم حضروا الاسئلة بتاعتكم وفي انتظار تعليقاتكم وتليفوناتكم بعد الفاصل